خلاص ما بقاش فاضل غير أيام قليلة على امتحانات السنوية العامة والفترة دي بتكون يمكن من الفترات الصعبة اللي بتكون بتمر على الطلاق بيبقى فيها قلق وبيبقى فيها توطر بيبقى فيها خوف وبيبقى فيها عدم تركيز كل ده علشان الطالب بيبقى حاطط في دماغه انه لازم يحصل اكبر قدر ممكن من الدرجات سواء كان مذاكر من الاول او اليومين دول هو اللي بيزنق نفسه فيهم عشان يعرف يطلع اكبر قدر ممكن من المعلومات طبعا الموضوع بيختلف بكل تأكيد من طالب لطالب في طالب شخصيته اصلا هادي في طالب شخصيته اصلا متوتر مهما كان زي ما كانت مننا بتقول كده بيذاكر من اول السنة لكنه بيجي الفترة دي بيرتبك شوية ازاي طلاب السنوية العامة يتخلصوا من هذا التوتر ازاي قبل الامتحانات هل في طرق معينة عشان الطالب يحل الامتحان بسهولة كل هذه الاسئلة هنعرف اجاباتها للوقتي من ضفنا اللي انوارنا فيه الستوديو الدكتور حسن شحاته استاذ تطوير المناهج بكلية تربية جامعة انشام صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فنم يا اهلا بيك يا فنم نوارنا يا دكتور وصباح الخير على حضرتك دايما فترة قبل الامتحانات لا سألنا المقارن مش من خارج المقارنة في الفقرة او في الامتحان لا ما الاثنين طيب دايما قبل الامتحانات بيبقى معروف انه بيكون فيه شبد فيه توتر سواء من الطالب او من اولياء الامور طبيعي اه طيب هل فيه توتر مقبول هل فيه درجات مثلا في التوتر فالطالب مثلا بيقلى لانه طبيعي داخل على امتحان السنوية العامة بيحدد مستقبله بيرسل ملامح مستقبله وعايز كلية معينة مثلا فلازم يحصل درجات معينة هل فيه توتر مقبول وازاي الطلاب يتخلصوا من التوتر سواء كانوا الطلاب او حتى اولياء الامور شوف حضر اصد شازلي اصد امنا الاخلاء زي الملح اما يزيد عن حده ينقلب ضده لابد يبقى فيه قلق لابد يبقى فيه قلق والقلق ده مشروع والقلق عندنا جميع عند الاباء وعند الامهات اكتر من الطرفة وعند المدرسين ايضا بعتبرهم اللي هم اللي يقوموا بالعملية التعليمية طب خلينا عشان نزيل التوتر ده نقول لهم ايه قواعد وضع اسئلة امتحان السنوية العامة والاسئلة بتجي منين وشكلها ايه وده هدفهم نمر واحد من قواعد وضع اسئلة السنوية العامة انها تكون من الكتاب المقارع الموضوعات المقررة نمر اتنين موزعة بالتساوي على جميع ابواب ست فصولي ما فيه ست اسئلة تمن فصول تمن اسئلة موزعة ما بتركز على جانب وتطرق جانب اخر نمر اتلاتة يبقى فيه جانب نظري وجانب تطبيقي الجانب التطبيقي درجته ده في درجة النظري يعني ما يحفظ معادلة ويحفظ نظرية أو يحفظ قاعدة غير ما انه يطبق القاعدة والنظرية والمعادلة النمر اربعة بقى ودي بقى المشكلة ان انا بحط سؤال بنسبة 15% الاسئلة اللي فاتت دي كلها للتحصيل للتحصيل للفهم والحفظ لكن الاسئلة بقى السؤال الوحيد المركب اللي فيه 15% اللي فيه معلومات قديمة ومعلومات جديدة اللي بيحتاج لأكتر لتفكير شوية ده السؤال اللي بيقف عنده الطلاب هي القاعدة ايه؟ الطلبة بيجاوبوا بس هم ما عاوزين يقفلوا مش ممكن يا فرزة ما حضرتك قلت لان قدراتهم غير متساوية ولان امكاناتهم غير متساوية طيب الاسئلة بتيجي منين؟ بتيجي من الكتاب المدرسي بيبتبع بنحط اسئلة موضوعية وسؤال مقال اسئلة موضوعية جملة نقصة كلمة ونقصة عبارة ونقصة مفهوم ونقصة حاجة بيكمبلها من أربع بداية القلب بيجي من دال بس يحضروا لهم ان الطالبا ما بيجيولوا النموذج الاسئلة عليه رقم ألف أو بيه أو جيم أو دال يكتبوا في ورقة الإجابة كل يوم مش هو نفس النموذج يعني ممكن يجيلوا نموذج بيه مرة ونقصة ألف مرة نموذج جيمة ليه بقى لو ما كتبش رقم النموذج أو كتبوا غلط صح غلط هياخد صفر فلازم يحط نقص النموذج اللي موجود في السؤال ورقة الاسئلة في البابل شيت اهي دي بقى اللي تخاف لو هو ما كتبش نموذج الإجابة ألف ولا بيه ولا جيم هياخد صفر هل تبيعي انه يكون الطالب حال الامتحان كامل بشيت بحلها؟ انا اقول لها حضرتك ما تخافيش دور المرائب والملاحظ هي دي الحاجات اللي بتخلي الولاد داخلها متوترة ما تخافيش بيراجع كل حاجة محسوبة بيراجع اسم الطالب على الرقم الخاوم بتاعه وبيراجع رقم الالف أو بيه أو جيم على الورقة ده معناه ايه؟ معناه انه لما بكون معايا ورقة إجابة بابل شيت ومعايا ورقة أسئلة وهو اللي جنبي رقم واحد عنده جل رقم واحد عندي واللي هنا رقم واحد عنده جل رقم واحد عندي فكن طالب يقول اللي جنبه رقم الإجابة بتاعت واحد أربعة أو تلاتة غالط غالط ده نموذج وده نموذج وده نموذج أرجوكو أرجوكو النموذج رقم النموذج مهم جدا صحيح وضع أكتب من إجابة للسؤال الواحد غالط هلزيت فيه لخشياء من المتعدد طب أنا غلطت في سؤال عاوزك صحه في آخر بابل شيت موجود مكان يكتب رقم السؤال ويكتب الإجابة السليمة اللي هو عاوزها فكل حاجة يعني أصل اللي متحنم هوش عملية المشكلة بيننا ومن عواليها الأمور ده المشكلة أنا عاوز أفريد لإمتحان للفرز يعني إيه للفرز مش للتمرير كله ينجح لا للفرز يعني مستوى الطلاب متوسط فوقه المتوسط متميز فلابد أن كل واحد من الطلاب يراعي أنه ما يحطش أكثر من علامة يراعي رقم النموذج اللي موجود على ورية الأسئلة يراعي أنه هو أما يغلط ما يصحح في الآخر اختبار المقال باعش بل مرة أختبار المقال أبراعا بيقول له خد بالك وإنت بتكتب المقال هحزمك للخواعد النحوية للخواعد الملائية على كتابة الفقرة كتابة علامات الترقيم فمحطوط المعيين أنا وأنا بكتب أحط المعيين وهي فقرة كلها 4-5 أسطر صحيح مش حاجة طب أنا بس عايزة أقول في النقطة اللي كانت منها بتتكلم فيها أنه مسألة النموذج ممكن الطالب يكون حال كله صحة بس كتب النموذج غلط فبالتالي بينجحش في الامتحان دي مسؤولية الطالب أنه يكتب النموذج لا مسؤولية المرائب واحدة واحدة بس يا فندم مسؤولية المرائب مسؤولية الطالب في الأول أنه يكتب رقم النموذج والمرائب يعدي يشوف الكلام ده زي ما هي مسؤولية الطالب أنه يكتب اسمه مظبوط زي ما هي مسؤولية الطالب أنه يكتب رقم الجلوس بتاعه وما دي حاجات يا جماعة كلنا ممكن أصلح سؤالي طب ممكن أصلح سؤالي أنا مش بقول أنه هو مسئولية الطالب أو غير مسئولية الطالب أنا بتكلم في نقطة أنه الضغط العصبي فكرة أنه يا كذا يا كذا لو أجبت إجابات كاملة صحيحة وأخطأت في رقم النموذج أن الطالب يأخذ مرة واحدة صفح هو ده اللي بقوله الضغط والتوتر لكن نفهم الولاد أنه يعني أنا زي ما قاله أستاذ شازلي أنا كطالب بكسب اسم حفظه وبكسب رقم جوليوسي حفظه وبكسب رقم ورقة الأسئلة ألف أو بيع أو جيم دي أساسيات وما للمرائب لو واحد بيمتحن بدال واحد يسيبه يتابع يبص ويشوف دوره واتنين وعفين ملاحظين واحد مرائب وفيه متابعة تم ما بتكفيش أنا عايز بس أقول لهم عشان نزيل التوتر ونعمل إيه أولا الفترة دي زي ما حضرتك والدي أيام قلائل ويبدأ الامتحان أجاوب ماذاكرش لكن أذاكر الأسئلة بطريقة البابلشيت أذاكر الأسئلة بطريقة البابلشيت يعني أشوف الأسئلة موجودة في بنك المعرفة بتاعت أربع سنين فاتوا أربع سنين فاتوا أشوف الأسئلة هي هي مدام الكتاب هو هو بقاله خمس ست سنين والأسئلة بتتحط منه هو كتاب الفيزياء كتاب الكيميا كتاب اللغة العربية هو نفس الكتاب هتحطوا منه أربع مرات أسئلة زائد المرات دي تحطوا أسئلة يبقى خمس مرات زائد إن فيه أسئلة تجريبية موجودة عشان الطرى ما يغشوا ويعرفوا يجاوبوا إزاي موجودة في الباب جايد جايد صارت الطريق لطلاب تمشي عليها عشان تعرف في السيارة جايد أسئلة إرشادية موجودة طبعا أنا بقى مذاكر أحط قدامي ورقة يصور الباب الشيط من الملك المعرفة اللي فيه الدوائر وفيه وياخد ورقة أسئلة من الأسئلة السابقة ويحطها قدامه ويقعد يجاوب ساعتين التالث ساعات لبها لأن تأثير الوضع بتاع الجسم بيأثر على الإجابة إذا ما كانش أبيقعد قبل كده وممسك الألم وبيقعد فترة كبيرة ما يتكلمش مع حد ويركز هيستمر في هذا الحد فيها اسمها العب المعرفي يعني العب المعرفي يعني أنا زي ما باشلش في معدتي أكتر مما تحتمل ما باشلش في دماغي إلا معلومات على قدها يعني ما عدش أذكر 8 ساعات و6 ساعات و4 ما أنا مش هفهم الساعة الأولى هستفيد بنسبة 90% التانية هنقص التالت هنقص الرابعة يبقى 20% يبقى لازم كل ساعة أجد النشاطي إن أجد النشاطي عن طريق إن أنا أغير المادة اللي أنا بذكرها أجد النشاطي عن طريق إن أنا أتشات مع زميلي زميلي في التليفون وأجاوب بعض الأسئلة يدى نوع جميل جدا مش هزاك ده وإحنا بنزاكر في البيت مش وإحنا في الامتحان ده أنا بجاوب مع بعض بتفاعل مع زملائي فغير الإسلوب أما أنا بقى عاوز أثبت المعلومات أعمل إيه وراء حدماغي بحط المعادلة أو النظرية أو المسألة المحلولة بكتبها في ورقة وزعب السلوتيب قدامي فما كفل بقوضة الزاكرة البصرية بتاعتي حتثبت المعلومات بحول يا سيدة منا بحول المعلومات المجردة إلى صورة بصرية تبقى سهلة الصورة بصرية أسجل لنفسي أعرأ أسجل لنفسي وأسمع التسجيل أخلي ماما وبابا الحضن الاجتماعي يعود ينعش أيوة مهمة جدا الأم المامز حافظين المقررات زي الطلبة بالظبط لو انت حدتني فيها بقى يا دكتور حتشوف مني إجابات كلهم أي أم اديها ملهج وهتشوف حتبتحان لا إن شاء الله وما كلهم ضغطوا على الوزارة والوزارة استجابت ورفعت إيديها وحطت الأسئلة من كتاب الوزارة دكتور خلينا نقول حاجة خلينا نشوف كده رشدة أسأل أسهل لحل الامتحان البعض بيبتدي بالأسئلة الأسهل ويبقى حاس أنه هو أنجز ويسيب الأصعب للآخر البعض الثاني بيبتدي بالأصعب يخلص كل طاقته اللي في الأول وهو لسه فرش وعنده قدرة على التحدي بيزبط وقته ويسيب الأسهل للآخر حضرتك مع أنهي طريقة وهل بتختلف من شخص تاني؟ لا يا منطقي أنا أو غيري أو أي حد منطقي أنا عندي 40 سؤال أو 55 أو 50 بجعل السؤال الأولاني أقرأ عرفت أجاوبه أجاوبه الخامس السادس أجاوب اللي أنا عرفها الأول وأتأكد أنه أنا قدرتها صح لازم أراجع لو ما راجعتش أراجع وأنا بحل أراجع بعد أن مخلص؟ أفكر وأنا قبل ما أحله وأثناء ما أحله وبعد ما أحله لأن مراقبة التفكير دي مهمة جدا مراقبة القراءة مهمة جدا أن أنا أنا أكتب أركز قبل ما أكتب أكتب إيه؟ وأنا أعمل العلمة فين؟ وأسودها كلها وبعدين أراجع بعد ما عملتها وأنا قلت أسودها مننا الأسألة الصعبة بقا ابتدي أفكر بشدو لأن ما ضيعش وقتي فإن أنا آآ أعود في سؤال أنا والصعوبة والصعوبة كيف قال الأستاذ جازلي مختلفة ما فيش حصنا فيه معلوف وغير معلوف المعلوف اللي أنا شفته واللي أنا عرفته واللي أنا استوابته غير المعلوف اللي أنا أول مرة أشوفه أو أول مرة أعرفه لأن الصعوبة الصعوبة بتختلف من شخص الآخر وبتختلف الشخص الواحد من وقت الآخر فهي الامتحان امتحان بلا قلق هذا العام انا بقول اصدقوا لها الامور للطلاب امتحان بلا قلق امتحان بلا توطر ده مش مجاملة جيل حقيقة اسئلة موجودة في هذه المعرفة اربع سنوات امتحانات اسئلة موجودة حاولوا يجاوبوا ويصوروا بابل الشيط ويعملوا تجربة لان لازم بروفع لازم بروفع محدش بيخش الامتحان من غير بروفع طيب دكتور عشان برضو نطمنهم اكتر هذيك قلت ان فيه سؤال في النهاية بيبقى عليه 15% من النتيجة وده بيعتمد على معلومات مركب شوية مركب شوية وبيعتمد على معلومات سابق سابقها وحالية جميل المعلومات السابقة دي بقى هل الطالب درسها في السنين سواني بس في السنين اللي هي دوب قبل السنوية ولا مثلا ممكن نعتمد على حاجة من اعدادية اه يعني الدرس بقولة اخرى سنوية ممكن يتركب عليه السؤال في دلتة سنوية تمام صدقني ان الاسئلة وهم هتأكدوا سهلة ومناسرة ومن الكتاب المدرسي حتى السؤال ده يعتبر سهلي ليه بالنسبة للطالب لا في الكتاب المدرسي تمام وبالنسبة للطالب اللي كان بيذاكر للمذاكرة مش بيخلص بس بيذاكر فترة الامتحانات عشان يخلص الكلمتين يكتبهم ويمشي الامور حاجة الوجه لها رغبات الاباء شيء وقدرات الابناء شيء صح فانا رغبتي ان ابني يطلع الاول يا عم ده انا ده قدرات ابني بتطلعه التالت عو الرابع عو العاشر عو العشرين فاحترموا برا تصنيف خارج الساعات كمان احترموا خدرات ابنائهم بلاش حكاية زاكر زاكر بلاش الامثلة السلبية لازم الامثلة لان النجاح يؤدي الى النجاح انت متفاوق ده انت عد كده نجاح ده فلان الاقل منك هد كده انا متعكدا ان انت السلادي هتجيب الفول مارك ان متعكدا السلادي هتحقق كذا ده اللي المفروض اللي عمله ونفضل ننفخ 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 فالعيال ما تذكرش خالص فتقعد بقى وتعتمد على انها بيتقشتر هو المشكلة الاساسية للتواطر والقلق جاية منين جاية من انك انت بتدي امتحان واحد في وقت واحد ليحقق يشكل مستقبل الطالب طول عمره اللي هو امتحان السنوائي العامة على مستوى العالم كله امتحان السنوائي العامة شرط اساسي لدخول الجامعة وليس شرطا كافيا لدخول الجامعة اذا فيه شروط اخرى لدخول الجامعة بالاضافة للنجاح السنوائي العامة وزارة التعليم العالي عملت حية جميلة يليل تنفذ فيه سنة تأهيلية للجامعة او سنة تمهيدية للجامعة قطاع الهندسة قطاع الطب قطاع العلوم الانسانية بيدرس لمدة السنة أخذ 50% للمتحان السنوائي العامة الفول مارك 50% بيبقىش تتعطر بقى لأن فيه متحان تاني وال50% التانية أخذها من نهاية السنة التمهيدية أو التحييئة لوجمع المواد التخصصية بتاعة الهندسة أو الطب أو الهلوم الإنسانية زائد السنوائي العامة يدخل بمعيارين يدخل بمعيار التحصيل ومعيار القدرات الخاصة بالتخصص هنا ملقاش في مشكلة بالسنوائي العامة يعني ده مش الطريق الوحيد ده فيه طريقين ده 50% وده 50% الجامعة أما توفى للطلاب دراسة ساهم قال الدكتور محمد آيمن عشور ربنا يوفقه ويوفق الجميع ويجيب لنا ريس عاوز وعاوز إنسان جديد لمجتمع جديد إنسان يفكر إنسان فاهم مش حافظ ما بنقول يبدي رأيه مش عاوز إنسان يحفظ إحنا بنمشي عكس الطيار خطاب السيد الرئيس توجهات الدولة خطاب السيد الرئيس مش من عنده ده نظام الدولة ده أهداف الدولة أنا دوري كوزير إن أنا أطبق هذه الأهداف بحيث إن أنا إيس التفكير أما الدكتور طريق شوقي ربنا يدير الصحة كان وزير التريب والتعليم وعمل امتحان من خارج الكتاب يقيس القدرات والمهارات انخفض مستوى الدرجات عند الطلاب غاشرة في المية ما حدش خد التسعين نزلوا كلهم كلهم نزلوا غاشرة لأن كلهم كان بيعتمد على المعلمات الموجودة بيحفظهم فقط إنسان يفكر إنسان يشارك إنسان يحتمس خطابات الشعوب إنسان لدي رأيه رؤية إنسان ليه فكر ده المفروض نعمله إحنا أنا منقلش الطلاب من السنواء العامة إلى الجامعة وينجاحوا كلهم بدرجات عالية واحرج الدولة واحرج الحكومة بقى كلهم باخدين درجات عالية بيكون في كمان فاند نقول إنخبالوا في الجامعة أنا في الجامعة ما أقبلهمش اختبارات قدرات في كتير من الجامعات دلوقتي بها اختبارات قدرات عشان نشوفوها لأن أنا عاوزي بالدرجات فعبر عن القدرات مش الدرجات جمع درجات لا عبر عن القدرات ما تحكش على أولياء الأمور وأقول لها بنتك كادر 90% وهي قدراتها الحقيقية 70% لابد إن جامعات الأهلية جامعات عالمية على أرض النصرية بتقدم برامج جديدة وبتقدم فكري جديد في جانب تطبيقي وجانب نظري بيساعد على الارتبار بسوء العمل يعني أنا باحترم الجامعات المصرية 27 جامعة متشكرين لكن المستقبل جديدة أولياء الأمور يفكروا في الجامعات الهلية الجامعات التكنولوجية أنا سعيد ناشت عصر رئيس الستيسي وجدت هذا التنوع وهذا الزخم من عمرك شفت جامعات أهلية وجامعات التكنولوجية وجامعات أجنبية وجامعات دولية على عرض مصرية كان كل الجامعات عبروا عن 27 جامعة حكومية ده جامعات الحكومية فيها براجب المتميزة البراجب المتميزة بتقاهل سوء العمل فياريت أولياء الأمور يفكوا الفكر التقريدي اللي عندهم ويفكروا بتفكير جديد والأولاد ما يزعلوش إن هم جابوا درجات أقل من التوقعوها ولأنهم يخشوا جامعات تكنولوجية جامعات أهلية فيها كل جامعات عالمية على عرض مصرية بتعتبر هناخد من كلام حضرتك يا دكتور الأهالي كده هدوا بالك وحالكوا إن شاء الله الأمور طيبة ونهاية الجو اللطيف المناسب للشغل الأولاد خلاص يعني ده أعتقد الوقت المناسب إنه هنحل أكبر قدر ممكن من أسئلة ربنا وفقكم إن شاء الله ويكلل تعبكم إن شاء الله على كل خير كل الشكر للدكتور حسن شحاتة وأستاذ تطوير المناهج بكلية التربية جامعة عن شمس نورتين يا دكتور أهلا وسهلا شكرا نفرد شكرا